طيب كلنا عارفين مصر ادي ايه بتواصل جهودها بمشاركة قطر والولايات المتحدة في ملف التواصل لاتفاق شامل بين المقاومة في قطاع غزة والاحتلال الاسرائيلي جهود والمباحثات الاخيرة رجعت ليه او رجعت ليه المواجهة اسم الاسير الفلسطيني مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتحه خصوصا وان فيه توقعات كتير بان فيه تغير او تغيير كبير في النظام السياسي الفلسطيني في حال خروج البرغوثي في هذه الصفقة صفقة التبادل المحتمل البرغوثي هو يعني من يوصف بمندلة فلسطين وعمره 65 سنة وهو معتقل بين 2002 يعني بقاله دلوقتي تقريبا 21 سنة اتحكم عليه بالسجن المؤبد خمس سنين وكمان 40 سنة بتهمت قيادة كتائب شهداء الاقصى اللي معروف انها الجناح العسكري لحركة فتح ودي مش المرة الاولى اللي بيظهر اسم البرغوثي لا كل مرة بيحصل كلام كمان عن خليفة للرئيس الحالي ابو مازن بيظهر اسم البرغوثي ايه اللي هيحصل هل البرغوثي ضمن هذه الصفقة ولا لا خليني يقولكم انه الاتفاق على انه البرغوثي يكون ضمن الصفقة لم ينضج حتى الان وده حسب صحيفة يدعوة احراناته الاسرائيلي قالت الصحيفة انه حماس مصرة على انه البرغوثي يكون من ضمن الصفقة طيب ايه اللي هيحصل فترة جاية هل هيتم الافراج عن البرغوثي ضمن هذه الصفقة اكيد ده اللي هنعرفه في الفترة القادمة